بعض الأسوات النسوية ومش عارفة المرأة ودعاة السترونج وومن والكصص العظيم لا مش السترونج دلوقتي السوبر السوبر وومن يعني شعارفة زمان على أيامي كان بقوله على أفروديت ولا نعرف بقوله عليك شكرا لكن الدعاوي دي بيدخلوا مفهوم بصوا معنى ايه؟ معنى انك تتخلي عن فطرتك عن أنستك كأنسة بحجة ايه بقى؟ عيش لنفسك الله حلو المعنى أنا منعيش لنفسك ايه المشكلة الراحة والحرية؟ معنى حلو لكن اللي جوا ايه؟ او تخلي عن فطرتك كأم وبصوا بقى المشكلة ان الأمومة ذات نفسها فطرة الله سبحانه وتعالى رزقنا يوضحها في قلب كل امرأة فطرة يعني فطرة من الله سبحانه وتعالى بحجة ايه؟ عيش لنفسك وعيالك وعملينك ما تكليش وراء مش عارفة ايه؟ وعملي ونامي ويتعوده وسبيههم وعمليهم وما تضحيشه وبلش تضحي بنفسك وبتبقى قربان لغيرك طب العلميكو الصغة دي نفسها وصيق الجملة واقع حلو حيش لنفسك حلو حلو على الأذن لما نسمع حاجة زي منطقي قالوا جدا ايوه ومحدش يقهرني ولا ضحي ليه اصلا والعقل يقبل حاجة زي كده حاجة موافقة للهوى والراحة وانا ليه يكون ضحية اصلا وليه يكون ضحية لغيري وليه اصلا نموت وانا عايشة وليه كذا كذا لكن يا بنات يا نساء يا مسلمات يا زوجات من فضلكم تعالوا شوفوا ايه اللي تحت العنوان الحلو البراق ده محولة سلخك من هويتك من فطرتك بحجة ايه عايش لنفسك وما تعشيش دور الضحية اه واحد شوي دور الضحية ده انا مش عايزة دور الضحية مصطلح يخض لكن ايه الصح ما تعشيش لعايش لنفسك زي ايه طب اعمل ايه يعني حلو اعمل ايه بقاقولولي ايه اللي بيتقال بعديها بلاش ضحي عشان ولادك يا انه رب ولازم يعرفوا كده ووقت ان امك يسبوك تنامي ووقت مش عارفة ويحترموا الامر ده طب الله عليكم انا ما بقولش الكلام ده اعتباطا هاتو كل ام بتتفرج علي دلوقتي وتعالي يا كل ام مش ايام الكورونا هاتي ايام ما قبل الكورونا وولادك عندهم امتحانات تاني يوم عندك ثلاثة اربع عيال في مراحل عمرية واللي في سنوي واللي في جامعة واللي في اعدادي واللي في ابتدي عندهم امتحانات واسألوها كده بتنامي الليالي دي مش عشان انتي قاعدة بتصلي وتدعي لهم بس لا ماما انا عايز اصحى ساعتين اتنين بس يا ام ساعتين اتنين بس وصحين اوعي تسبيني اوعي الامتحان الصبح ما رجعتش ما عملتش الباب ده ما تفتعش هتنامي انا عايزة كل ام بالله عليك وتجاوب على نفسها بنت عايزة تصحق نص ساعة بقولك نص ساعة بس تقعدت صحي فيها ساعة ونص يعني تقعدت صحي فيها ساعة ونص ومع اصحب عليك ومش هارفة ايه كلموني بقى على ساعات نوم الام في الوقت ده مفيش ام عندها اولاد واحنا عندنا اولاد وعارفين الكلام ده كويس بقى نوم القطط وطايم وصبطة يعين الدنيا والمنبهات كلها ترين وقوموا ودقايق وتسحى وتسحى وتروح وتعمل وتدعي وتصلي ويا رب العصير وتفضل تلفوا وراهم تبكلوا بس مش عشوبوا العصير ده والله طب اللقمة دي طب انت مكلتوش طب المزاي المزاي عشان التركيز طب طمرتين اتنين بس طب قباية اللبن ومشى وارا اولادها كده عمان صحا عشان ما بيش قادرين هترجع طب بليش بطننا بتوجاي وتفضل تعمل وتطب وتحطيه وترقيهم وتدعيلهم صحي ولا لا دي تضحية انا عايزة اسألكم يا دي تضحية ولا ده حب فطري ولا ده عطاء سموا الامور بمسمياتها يا اما هيبقى المجتمع اللي عايز يخرب المرأة المسلمة ويطلع الزوجة برق طرها وتتمرد وتأمر لا انا فعلا فعلا ساعد بيبقى واقع عليها امر بس انا هقول لكم اللزة بتاعته في ايه هقول لكم ازاي نطلع اصلا جيل شباب وبنات وننشئهم ازاي اطلعوا كده عيش لنفسك يا حبيبتي اقوعي تسيبي يسيبك عيالك ايه وبتاع ايه واقوعي تعيش دور الضحية طب بالله عليك مش ده تلبيس للمفاهيم اقول لك تلبيس ابليس لا ده تلبيس للمفاهيم والمعاني الغلط وللمواقف فين هنا الغلط الغلط هنا فين الغلط انك تمرسي امونتك الغلط انك تعيش كأم كلكم راعي وكلكم يا ست كفى بالمرء اثمن ان يضيع ما يعود اولادك الفطر ربنا يعني يقول ايه عينك من جو قلبك اولادك تضيعك قصديات لا عشان تعيش لنفسك وانت كذا ونازم تفوقي ده كلام مش عائل وكلام لو فضل يتكرر يتكرر البنات تبتدوا يكرروه والبصت معرفش جاب خمس تلاف شير ولسه يعني ولسه وعجبينهم قلت لهم يعني انتوا عايزين نتكلم في نقطة انتوا ذات نفسيكم وموافقين وعم تعملولها عشان تعجبكم الكلام ده مس صح لا انك تعيش معنا من معاني العطاء الكبيرة جدا الموقف لانا حكيته على الام دي اللي اتأولادها وكذا وكذا اسمع ايه انا بحبكو يا اولادي ده اولادي بحب اشوفهم في افضل الناس وحب ساعدهم وكذا بالله عليكم فاهموني ازاي اولاد هيطلعوا امهات وانا يعيش لنفسك وما تضحيش وما تعمل دول هيتطلعوا يجبروا ويتربوا على ايه بعد كل اللي بيحصل ده هيعملوا ايه اصلا دول مع اولادهم شافوا بقى عطاء ام ابدا شافوا حب شافوا تضحير شافوا عطاء انا مش هسميها تضحير انا مش هسميها حب تفاني فطرة ويبسوا بقى في عقول النساء المعاني الغلط دي وهيرفضوا ويبعوا كذا ويبعوا تساعدوا ومش وقتهم غلط 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 وعمر ولادهم اصلا ما هيبوا اباء ولا امهات سويين تطلع على الازواج دولت ازواج الجل هنشوف جل من الازواج والزوجات كل واحد الجل ده متخلى عن مهمهم اباء وامهات اصلا تخلوا وعايشين لنفسهم بس ليه لانهم ما شافوش كده من ابوهم واموهم امر خطير جدا امر خطير جدا فاكرين لما شرحنا ريتني كنت جبتلكو قلم تاني فاكرين لما شرحنا حرف العلاقات في الازواج حرف الـ H اللي بيبقى كده حرف الـ H وحرف الـ I وقلنا ان العلاقة السوية ما بين الازواج علاقة علاقة بتبقى ادي الزوج وادي الزوجة وفيه ما بينهم امور مشتركة لكن كل واحد مستقل مستندين على بعض بحيث لما واحد يبعد يخون يمشي التاني يقع لا لا دي علاقة سوية وقلنا حرف الـ I اكبر اكبر غلط عارفة نموذج المضحي نموذج المضحي ادي اهو الشريكة اهو الفوق وادي التاني والشريكة اللي فوق ده ضاغط على ده ضاغط على ده كل بص اه ايدي درعا اه تمام وقعد قعد يضغط عليه الدنيا بوص الدنيا بكل الحركات دي بس عشان نوضح السور الامثال بتقر اعمل ايه اعدي ايدي من السلك ازاي اه تمام اه تمام اه تمام ما علينا حرف الـ I ده ودي هو ادي ادي شريك ودي اللي تحته اللي فوق بيعمل ايه بيضغط على ده ويوقعه يوقعه يوقعه بصوا الشريك اللي تحت المضحي ده بصوا بيعمل ايه ها شايفين لو عمل كده اللي يحصل يوقع اللي فوق اه بيجي وقت والدنيا بيبقى كلها تضحية بيجي وقت مش بس مش تضحية بيبقى باع باع ليه لانك ضغط علي قوي احنا مش عايزين لا زوج يضغط على زوجة بالشكل ده ولا زوج يعني يبقى مستعبة زوجته ليه اصلا انا راجل مين اللي ادك الحق ايه الكلمة دي اصلا انا عشان انا ذكر فمن الزكورة والرجولة انك تعمل لا 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 طب هو هو غلطان وهو في مفاهيمه غلطانة انا اعمل ايه اوضح واقول ومش الاسلام اعطاله القام تقولك لا اصلا مش حافظين غير حديث بتت الملائكة هتلعنك 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 ومسكين الزوجات لا يكرهوا الدين يكرهوا يقولوا ده الدين ازاي الاسلام رضلنا بأمر زي ده لكن فيه فر ما بينك كلمتين كلمة تضحية وكلمة عطاء بصوا العطاء جيب في القرآن ايه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة ايه يا رب ها فسن يسره لليسره حلو قوي كلمة التيسير لليسره وفيها حسن فيه تسهيل حتى لليسره واما من بخل البخل واستغنى وكذب بالحسن ويسره للعسره نزلت فيين قالك كذا مقولة يما نزلت لما سيدنا رسول الله السلام قال اللهم اعطي منفقا خلف وعطي ممسكا تلفاء او نزلت في سيدنا ببكر لما كان بيعتق الناس الضعفاء من العبيد اللي هو الضعفاء النساء المشاكل فقالون لو تعطق عباد اقوياء يعني عبدي يكون راجل قوي يستعدك قال ابو ابو سيدنا ببكر جاء له كده يعتق الشباب ويساعدوك قال له والله انا ابغي معين ده الله فنزلت الآية فيه احنا عايزين كده حقيقة العطاء المناولة بسه واللغة هي استعمال عبارة عن كل نفع او ضر يصل للغير بس انا بعطيك يعني المعنى جه مش بس اعطيه ضر لا 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 انا بعطيك النفع فسنيسره يعني هنهيق ونهيق له الاسباب ويجد حتى مقدمات الاسباب ويا ربنا ينفعوا بيها في اولا واخرة يبقى العطاء ان نكسب بايه بركة بركة حديث النبي صلوا عليه كتبوا بقى معايا من اول ما من يوم طلعت فيه شمسه الا يجي على جنبيها وبجنبيتيها ملكان وناديان كل واحد يسمع التان ويسمع خلق الله كلهم الا الثقلين يعني بيسمع الملكين ده كل الخلق ربنا الا الجن والانس اللهم اعطي منفقا خلفا وعطي ممسكا تلفا بسوا ايه في العطاء العطاء مش عطاء فلوس العطاء عطاء مدي فلوس وجهد وبسمة وعطاء معنوي العطاء الرعاية التبطبة العطاء اللي انت بتعمليه مع زوجك ومع اولادك ايمانا مننا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتمل ايمان المرء حتى تؤدي حق زوجها او كفى بالمرء اثمن ان يضيع ما يعول يا رب لا ان شاء الله كلكم راعي وكلكم مسؤولة والمرأة في بيت زوجها راعي ومسؤولة عن رعيات ده لكن يجي يطلعوك بر ممتك وبر كذا